كاس العالم 2017 حسام ذكور منافسة عالمية أخرى تحط رحالها بالجزائر بعد تنفس دام ثلاثة أيام كاملة بين الفراق المشاركة في البطولة العالمية للمبارزة بالسيف حسام ذكور والتي احتضنتها الجزائر تويج المنتخب الألمني باللقب عن جدارة واستحقاق في وقت غاب فيه المبارزون الجزائريون الذين غادروا البطولة في دورها الأول فبالنسبة للتخصص الفردي تويجت الولايات المتحدة الأمريكية أما فيما يخص المنازلات حسب الفرق فقد كان التنفس على أشده بين إيطاليا وألمانيا وإيران قبل أن يتأهل المنتخب الإيطالي والألماني للنهائي وعادت الكلمة الآخرة فيها للمكينات الألمانية تتمناها بفوز كان جد رائع الشعب الجزائري بدوره رائع حيث يتميز بحسن الضيافة هذا فوز الأول مع المجموعة إذن وبعدما نالت الجزائر العالمة الكاملة في التنظيم الذي أشهد به كل المشاركين في العرس العالمي كنت هنا في 2008 هناك فرق كبير هذه المرة كل شيء جيد نحن سعداء بتنظيم المحكم التنقل إلى الفندق من المطار كان كذلك كل شيء على العموم جيد تبقى النقطة السوداء في هذه البطولة هو ضحف المنتخب الجزائري الذي سيكون مبارزوه مطالبين بالعمل بجدية من أجل العودة إلى واجهة التألق